تامي قناة بغدادة الجديدة الدكتور حسين روبايعي وبهذا الفيديو خلنا تعلم عن الديزان باترين على النيومز بالسي باس باس وعلى السويتش فكتذكير انه هذا درس اعتمد على درس الوراثة فلو تذكر بدرس الوراثة شرحنا انه كيف عملنا الشيب انه هو شيء شيب بكونستركتر مختلف ومثل اسمها area وبيعرض طول وعرفنا كيف ورثنا الشيب ازا ريكتانجل وعملنا امبلمنت للميثود ورثنا الشيب ازا ترينجلز وعملنا امبلمنت للميثود ورثنا الشيب ازا كلاس سوكوير وعملنا امبلمنتيشن للميثود وبعدين استدعيناهم طبعا اذا ما تفتهم انا جاي حتي رجاني راجع الدرس السابق حتى تفهم كيف عملنا هذا الشي خطوة خطوة فلو افترضنا انه هاي الكلاسات هي اساسا صارت امبلمنت ببرنامج الرسم اللي هو ms paint فلنفرض انه عندنا بالتودي اوبجيكتس هي هاي الاوبجيكتات ينفرض هذا ويمثل كلاس السكوير لما انت استدعي هذا يحاول يرسم لك السكوير ينفرض بجانب السكوير هسا حدنا فقط حساب الاريا ينفرض اكفر الميثود اسمها draw وميثود الها كل الميثود اللي تخص هذا كلاس السكوير حتى ترسم اكيد بي كثير مثوز هذا الكلاس لما انت استدعيه بي كثير مثوز ونفس الشي بالنسبة للسكوير ونفس الشي بالنسبة للتريانجل يعني يناك تفترضهم ان هذوي ثلاثة كل واحد معدوم يمثل كلاس معين وكل واحد معدوم لما انتضغط عليه انه ينطيك كل الخصاص كيف تتعاملوا إليها هذا السنجل كلاس فلو انه ms paint مجرد ضغطنا على هذا الزر قاموا بتحميل كل هذه الكلاسات لك طبعا الميموري راح تم لي يعني ما معقولة انه انت اتحمل في الميموري كلاسات انت ما تحتاجها امين انا مرسمت هذا ليش هذا احمله بالميموري مرسمت هذا ليش حمله بالميموري وكلهم بالبقية انا اتجي تقولك اوكي شن الحل لهذه المشكلة اكو شي بالسوفتر انجينيك اسمه design pattern design pattern هو حلول معروفة لمشاكل معروفة مثلا هذا النوع من المشكلة اكو حل الى اسمه factory الفاكتوري انه يسوي create للأوبجكت فقط لما تحتاجه يعني هذه الأوبجكتها صحيح موجودة هنا لكن ما راح يسوي لهم create الا لما تحتاجها احسن شي انصحك التلعب بالفاكتوري امين بالdesign pattern هي هاي السلسلة على التيتوريال بوينت حلوة تحكي لك كل انواع على design pattern على سبيل مثال هذا الفاكتوري الفاكتوري يقولك اذا جدتك مشكلة مثل shape وبها implementations انواع مختلفة من الميثوات وش يقولك بوح هنا يقولك فاكتوري pattern is one of the most useful design pattern in java this type of design pattern it is under creation pattern and this pattern provides one of the best way of creation object فاكتوري pattern we create object without exposing the creation logic of the client to fare to whatever الفكرة هنا هي شنو انت عندك كلاسات مختلفة مت يتحملهم كل مرة وحدة في الميموري فتستخدم شي اسمه فاكتوري pattern فاكتوري pattern يتحمل لك simple class لو شوفه هنا مثلا هنا هي simple class وهذا الكلاس فقط لما ترسله اسم الأوبجيك تيت ترسله يرسمه يرسمه وهذا هو فبهاي الشي ما راح انت مثلا في الميثود لو تتذكر انت هنا لو رجعنا للميثود هنا بالدرس الوراثة احنا اساسا حملناهم كلهم بالميموري واحتمال اصلا ما يحتاجهم فاكتوري pattern يضمن لك انه ما يحملوا بالميموري فاني بدأت الدرس الفاكتوري مثال بسيط ما بين ايشي فحتى استخدم هذا الكلاس او هذي الميثود فحتاج ان نحول هذي 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 مجموعة كل احول هالفاد هدر حتى اقدر استعيها من اكثر من فاقل اقدر او هذي ميثود واسمي هذر واسمي هذي هذر فايل اسمي هذر فايل اسمي هذر فايل واتاكد انه هذا الشيبس هذي هذي الميثود فأجي هنا وأضعهم لأنه نحتاج 100 مية مية ما عندي أشكال بي فبما أنه هذا هدر فاستخدمته هنا وشلت من هذا البكان فيجب أن أتأكد أنه أعمل لإنكلود هاش إنكلود هاش إنكلود يعني ما ساوت أي شيء مجرد ساوت clean للكود مو فمجرد نقلته أنه للشيبس يعني هاي الأمور من الشيبس نقلتها بهدر فايل حتى أقدر أستخدمها من ملف آخر من درس آخر فهذا لازل الهيرتين سبقه مثل ما حاله ما غيرت أي شي بي فأنا كله راح أسويه بدرس الفاكتوري كله راح أسويه ساي أمبورت للشيبس وبمعنه أنا سويت أمبورت للشيب فاللي راح يصير أنه أنا سويت أمبورت لهذه الأوبجيكتات كلها وآي الكلاسات كلها الآن عندي وصول إلها كلها كلها ضمن نيمس بيس فخليني نبدي فكرة الفاكتوري باترونس طبعا تقدر أسوي 하나 باترونس ثم تقدرس أسوي أنا سني أسوي أسم Own inert فخليني بدي نطبق نفس مفهوم اللي كان يستخدم بهتوري البوينت كلها راح يسميه اصوي كلاس طبعا طبعا هم تمانه بتجاب أنت تقرس بـ seeп plus plus مو فد بقديد اسمي shapefactory وهذا الشكل وتنزل هنا والميثود اللي احنا راح نعملها نسميها تحت ال public هكيد والميثود نسميها get shape فهاي ترجع عنا shape ومن مثل ما عرفنا shape موجود ضمن ال name space in تقدر انت تقول using name space in تقصد لما تقول له in تقصد بهذا ال name space فبهذا تقدر تصل للشيب تقدر تصل اي شيء فتجد تقول له اوكي public هنا اي تعرف لك ميثود تسميها shape وترجع لك shape وتسميها get shape وتستقبل هذي هنا ايضا تستقبل انيوم فخلي نجي نتعلم انيوم ايش فكرتها انيوم فكرت انه مجموعة من ال الاسماء تشير الى نفس الشيء يعني لو افترضت انت عندك شيء يخص اه يخص الالوان فكل يرح تسوي انت تقول اني عندي انيوم بهذا الشكل انيوم وانيوم كلاس وبالوان فاللي انت سويته هناك يعني كل اللي عملت هناك قلت اني عندي فتشي انيوم كلاس وهي الالوان الى عندي عندي هذا اللون عندي هذا اللون فتطيهم اسم تقول انيوم كلاس كولرس فاللي صار هناك كولرس هنا اللي صار انت عرفت شيء يدل على الالوان فاي لون من الالوان تستدعي انا سمي مثال كولرس اي لون تستخدمه بلاك كولر بلو كولر اي كولر من الالوان تستدعيها بكل بساطة ايش مجرد يعني تنظيم للكود الخاص بك مثلا ما ما سوية هارد كود للامور تستخدم اسلوب الوبجيكس بالانيوم فاللي عندي هنا الانيوم اده سوي مو كولرس عندي خلو نقول الوزر or draw shape shape دي نقدر اسمي shape دي اخي draw فشل الاشكال اللي عندي ممكن ارسمها لو تذكر عندي ممكن ارسم rectangles اضيفة هنا ايه و ممكن ارسم وشل الاشياء الاخرى ممكن ارسم triangles اضيفة هنا ايه shape و ممكن ارسم اخر شيء اخر شيء سكوير حسب معلوماتي اخر شيء سكوير فاخلا نشوف ممكن ايش ارسم ممكن ارسم ايضا السكوير اوكي ثري انواع من الشيبس انا ممكن ارسمهم وبهذا هاي الميثود راح تستقبل shape draw اوكي ها نسميه shape draw اوكي الشيب اللي ترسمه اوكي فهاي الميثود اكيد راح تستقبل الميثود او الميثود اوكي او الميثود او الميثود او او يعني كل اللي راح أسويه يعني وكي بمانه نريد سينة هنا يقع مضي على الوكت سينة هنا فبما انو انا رجع شايب فالمتوقع انه راح يرجع لي شايب فهناي نقولو اوكي انا ريد اقوله شايب ااااااااااااااا اقول له شايب فد شي اسمه نال حاليا نال نال تستخدم كلمة كابيتال اوكي فشيب حاليا انا هو هذا اللي راح ايش راح اراجع بالنحاية اقول اهنا ايه من هاي الميثوز اوكي الميثوز ترجع لشيب اعتمادا على الشخص ايش يريد يرسم مو فخلنا نشوف فبحق ايش يريد يرسم اعمل له سويتش كيس مو فالسويتش احنا مشرحناها ايز دابليو تي اي سي اجيب هذا الشكل خير اسويتش هذا الشكل فالسويتش ايش كيس دقول لانتش تريد دراو اوبجيكس وتجي عندهم كيس كيس تعرفهم الله شبكت حلا وسوالك ايهم اصلا فمثلا دقول لما اجاني اش دراو اوبجيكس على اساسه فاذا كان الشخص يريد يرسم ريكتانجل فاني اعمل هذا الكل اذا الشخص اجاني رادي يرسم ترينجل اي استدعي هذا الجزء واذا الشخص رادي يرسم سكوير اجي هذا الجزء اذا ما رايستدعي بقية عزي مثال مجلد السيلة سيء على هو المريض اوكي اولي باي هنا لما في الشيب ايش ايز يسوي لي ايز يسوي لي لي بريكتانجل مو فاقل لاني ايش ايز هنايا آيه ريكتانجل تخيل بات الشكل لنافروف انو حاليا لنرسم على الاعدادات الموجودة اللي هي الاريا أعني، يمكنك فعلها بأيضاً، لكنني أستخدمه كثيراً ما هو المثال، ما هو المثال؟ ما هو المثال؟ ماذا تحتاج حتى ترسم؟ وهاي الأمور ثابتة، تقدر تمررها من هنا عادي وتقدر مثلاً، أوكي، خلي ممررها بها الشكل وإن تجاه وإن تجاه وإن تجاه وإن تجاه وإن تجاه وإن تجاه فإن نقول إنه يمر الوث والهيد، أوكي؟ نفس الشيء، لو الشخص أجراد يرسم triangles، فأكيد راح يستدعي triangles ويرسم وإذا الشخص أجراد يرسم سكوير، راح نستدعي كلاس السكوير وإن السكوير يستقبل فقط الوث ما عنده هيد، أوكي؟ وby default إذا ما لا يستدعي أي شيء، أقول لي يرجعي null PTR null PTR، أوكي؟ وبما نلاحظ أنت الآن كل الأمور صاد عندنا pointer 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 وnew هناك، فبما هذا pointer فأدخيل هناك، إحنا راح نرجع pointer فيكون عبارة عن shape as a pointer لأنه أنا رجع، I return on pointers، فهذا راح يكون أيضا pointer، فكله راح يكون عبارة عن pointer، كله على بعض ال pointer، وهذا ما راح يكون نار، أيمين، يكون تضعه هناك أنا، يكون تضعه هناك، يكون تضعه هناك، who care؟ فالآن عندي factory patterns يعتمد على أساس الشخص إيش إيش يرسلي، إيش اللي draw shapes فهناي draw shapes مثل ما قلنا يكون أما يكون rectangle أو triangle أو square، على أساس أني راح أرسم، فأنا يقول له أوكي؟ هانا يريد هناك، أعرف fed input من ال user، فأقول له أقول له while ما دام، أو نقدر نقول له do while do هناك، وهنا نقول له while، هذا الشي يجري يمكن راح نتحلم بهذا الدرس do while هناك نعتمد عليه، نقول له ما دام ال user input، فنفرض أن الشخص يدخل input هناك، نسأل integer draw index، ونقول له على سميثال صفر، ونشوف هناك نقول له ما دام ال draw index ما يساوي أنه صفر، فهناي نعتمد، المفروض الشخص يدخل عشي يرسمه فالشخص فأكيد هناك سي أعنى، أقول لي سي أعنى وشي يقول له سي out، سي أعود، سي أعود، سي أعود، انتر، على سي مثال، one for one for rectangle, على سي مثال slash n and two for what they call it triangles slash n three four square slash n خلنا نقول zero to exit مجرد select input select things وانا نقول لها cn المن لدراو اندكس يعني ناخذ whatever الشخص يدخل لنا من دراو اندكس ونرسل لها تلك الميثود احنا عندنا هيا the do-wiles والمفروض حاليا ما عندنا اشكال دقيقين اجي عليهم جزء جزء ونشوف ايش وين المشكلة ونحاول نحاول حلها فحاليا the do-wiles نيبدي البرنامج بإندكس صفر يقول لها enter slash n دخل واحد للريكتانجل اثنيا للتريانجل ثلاثة للسكوير صفر للواتفر وهنا يدخل الشخص بما انه يدخل الشخص السي يكيد راح اسوي instans من هاي دالة وراح اقول لها shapefactory راح يصير عندي instans من هاي الميثود وراح اخليها بالستاك لانه هو shapefactory اوكي اوكي ما اهنا عيام كل راح ازاوي اقول لها اتخيل dot get اذا حسب معلوماتي انه هو public فالمفروض راح المفروض راح المفروض راح ارجع للشيب مو فالمفروض هذا راح ارجع للشيب فاقول لها اوكي shapefactory dot get اي حمينا some how هذا الدول ما جايشتغل what's going on هاي مزي كلير ليش مايشتغل هاي الفان زمان قوطها فهنا ينقول لها dot get shape واعتمادا علش اعتمادا على draw index اني مجرد هذا الدرس ايد علمك يعني good design للكود فاوكي whatever the index but باضافة لذلك العرض الطول والعرض وانخلنا افترض الطول والعرض يدخلون عشرة بشرين وانجيس حاليا يجيس هاكد لكن شوف هنا ما جايقبل draw index as an integer ليش لان انت جاي الدخل هنا integer والانتجر جاييروح هنا وهنا هو جايستقبل as a draw shape يعني انت لازم المفروض اتحدد انت شتري ترسم هنا امور عيدة تتحكم بي نقدر منا ننطهم ارقام عسي مثال هذا اقول لهذا واحد للجسم اثنيا للسكوير ثلاثة يعني هذا راح يتمثل برقم واحد هذا يتمثل برقم اثنيا هذا يتمثل برقم ثلاثة كل اللي يحتاج اعمل cast للانديكس فالشخص من اللي راح يجز واحد راح ويجي الواحد هنا وبعدين هل الواحد يساوي النا واحد ويجز اثنين هل اثنين 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 الشياب لازم سألها delete لان مخزون بالهيف فنقول delete للشياب اوكي اثنين 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 تتعلم هنا فخل نشوف نشوف اشوف عشو اشو انا هدخل هات درس راح يكون مو بالاعجاب مثل ما يقول لك يباك ادخل ان اثنين اثنين ترسم triangles ثلاثة ترسم الصفر 2 ادخل يرسم ركتانجو بواحد شوف رسم بمئتين فلوج تقتله اثنين يقول رسم من المية خل سوية ثلاثة يقول نوات هلخل شوين حسن الكل حتى تفهم وجه يرسم فهذا يقول لسلاش ان حتى رسم الاوت بتحسن انتر الابشن بهذا الشكل just make it better نايسر وهنا يريد اقول لك شو رسم يعني اريد اقول لك هنا ايا ولا هنا نقدر نقدر كثير امور نعرف واش رسم نقدر اتخيل من هذا نعرف واش رسم من نقول اتخيل type of or type definition something like that type id وهذا الشكل dot name اذكر شرحنا هذا الموضوع سابغا endline وهذا الشكل name اتخيل ام شور هذا نقل we draw هذا شكل خلي نشوف مجرد اخذت shape whatever shape قلت type id شلو نوع هذا shape name فاذا كان shape مرسل rectangle راح يقول rectangle triangle 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 square square let's see what's going on say run ننظر يقول 1 2 3 okay فاني راح اقول اريد ارسم 1 راح يقول لي we draw class shape ptr ما قال لك well because pointer اذا قلنا لاثنيا draw class shape ptr 46 all the time يقول shape ما يقول لك base always you what we build on ايس لتعرف انه we really don't need this direct constant انت راجد قلت لان اثنيا هنا يقال يقال shape قال triangle created مو فاكيد triangle هو اثنيا لو قلت لاثة يقول هو square created روكتانجل created فاني عرف ايش هو ايش يجا اشوف ايها انه تخيل انت جاي ترسم build raw فكل واحدة مما تستدعيها يكون لك object ورا ما يكمل يمسى هي يكون لك object 4 ما اكو 4 اشوف صار عدنا اشيو وانا هنا لازم نعالج مشكلة الاربعة اذا الشخص لازل اربعة يعني out of index وبما انه out of index هنا رسل نعال lptr well I mean you're going to fix this bag I know it's simple fixing this bag انه اربعة يعني موض من هذا range بس هو كيف صار احنا مررنا هنا draw index مررنا index وانا خلا نشوف شون صار هيدا وضح لك الرقام شون صار الهماب well let's get run it اجي هنا اقول مثال اثنيا اجي اثنيا هنا as draw index فكل اللي تراح تشوف انه عندنا shape well اهنا اقول استدعى هاي الدالة انظر shape حاليا ما مسجلة شنو بس لما رسل نال عرف انه shape اللي انت تريده هاي المعلومات triangles لانا ارسلت الاثنيا انا رسلت الاثنيا وانا هنا قال الاثنيا هو triangle فحول لك اثنين ال triangles بما ان ارسل الاثنيا فراح يجي نال switch case ينزل يشوف لها يجعل هذا واثنيا ويرسم خلاص فريد اوضح الاغياني هنا انه كيف ممكن تستخدم design pattern طبعا نحاول تراجع بغية دروس design pattern نحاول تستخدم اكل اعرف تكون الاثوة تحل لما الشخص يرسم هذا اللي اقول لك حتى الان كل ما في هذا الدرس شاء الله تكون الدرس اعجبكم وخلا نشوف اتأكد اخر قبل ما نروح اشتغل 100 100 100 100 ف ادخذ ثلاثة ثنيا واحد لما ادخذ صفر المفروض يجزد حسنا لأن اطلع لي صفر اجزد اللي جاي يصير انه فقط لما نساوي نال فهنا نقول اوكي اذا كان shape يساوي نال ptr سوي اذا اريد اخرج من هذا فنقل لبريك هذا طبعا مشي جديد لما نظر الدرس الفكرة انه قل اوكي تعال نحن نعرف احنا اذا جانا واحد يجي هنا اذا اثنين يجي هنا اذا ثلاثة يجي هنا اي شي بخلاف راح يجي رجع نال ptr فما يصير ان يرجع لهذا نال ويقول احسب لي الarea وهذا اصلا نال ما بي area ما بي اي شي فالافضل اقول اذا كان يرجع لي نال ويجي break فما راح يكمل مرح يكمل هنا راح مجر مباشرة يطلع دخل نجرب ندخل ارقام مع مسموحة فنقول whatever شوف صفر بهاي الحالة ما حاجة هذا يعتمد على اي شي ممكن هذا يكون while true يعني مستمر دائما مرح يتوقف ابد نقدر نقول له هذا الشكل نقول while true يعني while true يعني ابدا توقف استمر هذا اللوب ابدا توقف الا هذا الشرط يوقف نجرب نجرب ونقول لنشوف فجرب الدخل واحد ثنيا ثلاثة وترجع الدخل ثلاثة ثنيا واحد ما رح يتوقف ابدا الا الدخل صفر exit اوكي سو عم تاهمز نحتاج نستخدم هذا while true while true يعني اللوب يستمر عبد ما يتوقف فاللا شخص يقطع اللوب الا تستخدم كلمة break تطلع من اللوب otherwise هذا اللوب عبد ما يتوقف اذا ما يصار الى كلمة break هنا هنا الدرج شكرا لكم وفي امان الله اشتركوا في القناة